حالة من التواهج الفني كده بنعاشها خلال الأيام اللي فاتت فيه مهرجان العالم عالمين عاشها الجمهور هناك وإحنا بنعاشها قدام شرشات التلفزيون إنت زي شايف؟ والله هو يعني أقدر أقول إنه انطلاق مهرجان العالمين السنة ده يعتبر يعني مولد لمهرجان غنائي وطرفيه جديد في المنطقة قد يكون المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط خلال الفترة الجاية حالة الزخم الفني اللي عملها في منطقة أو مدينة جديدة زي مدينة العالمين طبعا كان شيء ضروري ومطلوب لأنه زي ما بنقول كده انت بتأسس لمجتمع جديد أو بتأسس لمدينة جديدة وهي تعتبر أقرب لمصيف أو وجهة سياحية واستثمارية جديدة فبالتالي مطلوب إنه يكون فيه فعاليات فنية وثقافية وطرفيهية وسياحية موجودة خاصة نتكلم في الصيف فإحنا عارفين دايما إن الصيف هو موسم الحفلات وموسم المهرجانات وإحنا ما كانش عندنا كمان مهرجان بالشكل ده يعني طول وامرنا عندنا مهرجانات موسيقية ومهرجانات غنائية متخصصة شوية يعني ممكن يبقى زي مهرجان الموسيقى العربية أو زي مهرجان محكة القلعة مثلا أو مهرجان قلعة صلاح الدين لكن بتبقى مهرجانات ليها هوية معينة ما عندكش مهرجان شامل أو مهرجان غنائي يتسع لكل الأفكار الموسيقية ومتنوعة ويجلب نجوم يعني الأسامي اللي غنت السنة دي في مهرجان العالمين وفي أول دورة ليه هي أسامي مهمة جدا يعني جبت نجوم الصف الأول في لبنان راغب علامة نانسي عجرم إليسا كارول سماحة وفي مصر جبت نجوم كتير جدا نجوم الأغلى يمكن تقريبا تلات تربع النجوم اللي موجودين في الساحة وأجيال مختلفة من محمد مونير وحميد الشعري وصولا بقى إلى تامر عشور وأحمد سعد ونجوم الأغنية الشعبية الشباب يعني خلق حال التنوع وده أمر جيد جدا موسيقى